السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي ومشترك قناة اجانا درسو النهاردة الدكتور طرق علق على امتحان العربي النهاردة بالنسبة ليه بالنسبة ليه لأولى سنوي طلاب أولى سنوي بتضربه على استخدام منصة اختبرات الالكترونية وتوافر على المنصة او على موقع منصة الاختبارات الالكترونية من خلال اجيزة التابلت او اجيزة المحمول والكمبيوتر والنهاردة ما عمر اديب قال عن طريق البليستيشن وعن طريق حاجات كتير دخل ملايين على المنصة المهم قالك كل الكمن دخل منزل وده حاجة جميلة جدا وزا ما نشوفين معلقين على امي بسي ما شاء الله وحاجة جميلة جدا قالك في ظل انتشار الوباء اللي احنا عايشين فيه ده قالك دخل النهاردة على امتحان اللغة العربية اهو اليوم الاول الاختبارات الادرمية لطلاب التصف الاول السنوي قام بالتسجيل واجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 الف طالب 578 الف طالب استخدموا الشرائح اللي هو اشرائح البيانات اللي بتمي توزيع باصل الشركات للمنصات الصلاة واللي مش مقتنع بدينا الكل كتير جدا واعملوا الموضوع ده واعملوا بالسيستم وتمي توزيع الطلاب لمجموعة واحنا عارفين لمجموعة دي كل مجموعة وكان من الساعة تمانية للساعة اربعة عصره اجمال الطلبة لمستهدفين اصلا 589 موسيقى تمانية وسبعين يبقى تبقى عندنا 11 ال 11 دول 11 الف طالب حصل لهم مشكلة وتم رصدوها عن طريق فريق الدعم الفني عن موسيقى جمهورية وبيحاولوا الوقت يحلوها ويحلو اختبارات القادمة يعني شوفوا امتحان انجليزي بكرة ان شاء الله نشوف في ايه الجدير بذكر هنا الامتحانات ده دريب للطلبة على استخدام ملاصة الامتحان اختبار الشبكة معاجد المشكلات الموجودة فيها عشان يشوفوا امتحان ما يبقى عامل ازاي ده كان تعليق الدكتور طارق على امتحان النهاردة وبكل شفافية وبكل مصداقية الكلام ده مش مقتنع انا بيه دكتور طارق الوقت طلع على الامبسي مصر دلوقتي انا كنت نسعن بس مباشر واللي هو طلع دلوقتي حالا ويا عمر اديب مجد فيه وهو اصلا الدكتور طارق قالك الدنيا مشيه تمام ودنيا سليمة وكل حاجة سليمة هنستشوف بكرة دينا فيها ايه وهنتبع اول باول على قناتكم قناة اجيال اندلس تابعوني اول باول وان شاء الله خير اللي ربنا كاتبه هو ده اللي هناخده عشان كده الدوام الحال من المحال انتظرونا في كل جديد واكيد وحلقة قديدة من مسلسل الامتحانات ان شاء الله مرة بمرة حلقة بحلقة كان معكم مسامرز مؤسس اجيال الاندلس في امان الله اشتركوا في القناة